قربنا نعمل حاجات العيد. اول حاجة النهاردة هنعملها مع بعض البيتي فول. هنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة. وهيجبكو قوي. اول حاجة معانا هنجيب بطين بيضة كاملة. ببيض وصفار كامل. ومعاها بيضة. صفار بيضة. بعد كده ربعمل جرام زبدة. آآ مية همسة وتتين جرام سكر. نص كيلو دقيقة. هنقسمه على طبقين. متين وخمسين ومتين وخمسين. معلقة فانيليا. زرية ملح. آآ معلقة كاكاو. اول حاجة هننزل بها اللي هو الزبدة. وتبقى بدرجة حرارة الغرفة. زي ما احنا شايفين. هنخفقها كويس جدا. حد ما تبقى كريمي معانا. نبدأ ننزل عليها بالسكر البودر. بعد ما الزبدة بقت جاهزة معانا. هبدأ انزل عليها بالسكر البودر. ونخفقها كويس جدا بالمضرب. آآ بعد كده هنزل بالفانيليا والبطين. ونخفقهم كويس جدا مع بعض. آآ خلقتي الزبدة مع البيت بقى جاهز معانا. هنبدأ آآ نركنه علي جنب ونجيب الدقيق معانا. طبقين الدقيق. واحدة هحط عليه زرة ملح بس. وهقلبه. والتاني هحط عليه زرة الملح. وهحط عليه معلقة الكاكاو. وهشيل في المقابل معلقة دقيق. علشان ما تبقاش العجنة نشفها معانا. بالشكل ده. وابدأ اقلب المكونات كويس مع بعضها عشان الكاكاو ما يتكتلش معايا في الدقيق. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. عاوز اقول لكم ان ده نص مقدار نص مقدار. ممكن نعمل مقدار كامل. او نضاعف الكمية زي ما احنا عايزين. المقدار اللي احنا عاوزين. بعد كده هبدأ اقسم الخليط اللي احنا عاملينه مع بعض دي. في البولتين. كل بولة فيها ايه هو خمسمية خمسة وخمسين جرام. هبدأ اقسم نص في البولة دي ونص في البولة دي. انا بقسم عن ميزان. ممكن تقسموها انتو بالكوباي. لو ما فيش ميزان. بعد كده هقلب. قلبت نص الكمية مع الدقيق اللي هو فيه الكاكاو. وده الدقيق اللي هو للسادة اللي ما فيهوش كاكاو. هبدأ اخلته مع بقى الكمية. وده شكله بعد ما خلطناه وقطعنا البيتفورد. اه الكمية دي عملت معايا تلت صواني. عايز اقولوك ان هو اه هي النص كيلو عمل كمية حلوة محترمة يعني. اه يكفي ان هو معمول في البيت. درجة حرارة درجة متوسطة. وده شكله بعد ما خرج من الفورد. رحته جميلة جدا. ونعم جدا. هبدأ ممكن اي مكونات حشوح عندنا. ممكن نحشي شوخلاتة. ممكن نحشي مربة. اه ونزواق بالفورماسيلة بالشكل ده باسكاويت اه باسكاويت لوتس. اي اي مكونات موجودة عندنا. مش لازم نفس اللي انا جايباه. وده شكله. شكله جميل جدا. اتمنى غربون. تنسوشت اعمالي لايك واشتراك. وتابعوني على فيسبوك. كله ناشي.